نرحب الآن بضيف حلقتنا ينرم إلينا الأستاذ سهيل خليلية الكاتب والمحلل السياسي من بيت لحم سيد خليلية مساء الخير لو بدأنا من غزة كيف يمكن فهم تنامي هذه العمليات كماً ونوعاً بل وشهد المحتل بأن المقاومة أعادت بناء نفسها وأرغم كل هذا العدوان المتواصل الآن للشهر التاسع على التوالي واستخدم المحتل كل ما لديه من ترسانة أسلحة وكل منساعدات غربية السلام عليكم وعليكم السلام بداية خلينا نقول أن الاحتلال لا أريد أن نقول أن الاحتلال سبات لأن الاحتلال أكثر جهة لم تتفاجأ بتصاعد المقاومة في غزة والطفة الغربية الاحتلال يعرف أكثر أكثر جهة تعرف بأن الشعب الفلسطين طيب سنعود للضيف يبدو هناك ضعف عاد إلينا الضيف تفضل سيد خليلية واصل نعم أقول أن المقاومة هي أكثر شعب يعني يقاوم وأن الاحتلال يدرك بأن المقاومة هي مثل طائر الفينيح يعود يعود من جديد ويقاوم من جديد وباستمرار وفي كل المناطق وأن رغم كل قصوة الاحتلال وكل ما قام به من مجازر بحق الفلسطينيين خلال عقود من الزمن وآخرها في قطاع غزة إلا أن الشعب الفلسطيني لم يتوانى عن المقاومة وكل مرة كان يعود وبشكل أقوى من أكثر من أي وقت مضى ولهذا على الاحتلال أن يدرك لأن المعادلة بادت واضحة بأنه إذا لم يستجب ويخنع لمطالب الشعب الفلسطيني سيعود له جيل أقوى مما هو عليه الآن بأضعاف وأضعاف وبالتالي لن يتسنى لهم حتى التفاوض مع هذا الجيل القادم لأنه يعني اليوم الفلسطينيين هم أقوى مما سبق هم أكثر ضراوة وأكثر قدرة وأكثر إمكانية مما سبق فبالتالي يعني هذا التصاعد المقاومة في غزة في الضفة الغربية سنشهد له أيضا تصاعد أكثر وأكثر في المرحلة القادمة وعلى الاحتلال أن يدرك لأنه لا مفرد له إلا الاستجابة لمطالب المقاومة والشعب الفلسطيني طب لكن سيد خليلية لو أردنا أن نفسر هذا للمواطن البسيط كيف يمكن أن نوصل له هذا التطور وهذا الزيادة في عدد العمليات كما ونوعا في ظل ضرف أقل ما يقال فيه بأنه غير مسبوك استثنائي عدوان متواصل ليلا نهارا الطائرات تجوب سماء غزة ولا تغادر سماء غزة ومع هذا صمد المقاومون واستطاعوا أن يطوروا من أعملياتهم يعني شوف الإمكانيات يعني عند المقاومة يعني هي ليس موضوع إنها موجودة أو لا ولكن الإبداع عند المقاومة موجود وأكثر ذلك الإصرار والجهوزية والاحتلال يدرك وبات يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى بأنه مهما يعني ذهب من المقاومة مهما استشهد هناك ليس العشرات هناك المئات والألاف الفلسطينيون يتزاحمون للدخول في صفوف المقاومة يتزاحمون ويتقدمون أكثر وأكثر للدخول في صفوف المقاومة سواء في غزة سواء في الضفة وفي أي مكان فبالتالي يعني هذا ليس مفاجئ يتفاجأ الاحتلال أكثر وأكثر أنه بعد ثمان شهور أنه لم يستطع إخضاع المقاومة بل أن المقاومة تزداد ولا ما زال لديها القدرة على الضرب والاستهداف وملاحقة جيش الاحتلال وجنوته هؤلاء يعني من يلبس الفامفر من الجنود يعني يلاحقون يعني لا يستطعون الصمود أمام المقاومة ولا بأي شكل من الأشكال يعني هذا الأمر بات واضحا الإمكانيات نعم تضضال ولكن يعني هناك إبداع عند المقاومة يستطعون خلق كل ما يريدون مما يتوفر لديهم وأكثر من ذلك بأن الاحتلال يعني المقاومة باتت يعني تأخذ ما تريد حتى من الاحتلال نفسه يعني جنود الاحتلال يفرون من مناطق تواجدهم ويتركون أسلحة يأخذها الاحتلال يستطيع إعادة تصنيعها يستطيع إعادة تشكيلها ويضرب بها الاحتلال في كل المناطق ونحن نرى بأنه لا تقاعص ولا يعني تراجع في أداء المقاومة وجهوزيته لضرب الاحتلال في أكثر من موقع في قطاع غزة طيب هذا في غزة في الضفة الحقيقة أيضا هناك يعني أكثر من جهة تتحدث عن تصاعد بالفعل لأعمال المقاومة حتى المحتل الصهيوني أفصح بذلك أرغم أن المقاومة في الضفة بين نارين بين نار الاحتلال ونار أجهزة السلطة أيضا التي تطاردها وتلاحق مقاومها كيف ذلك؟ شوف أنا لن أتحدث هنا عن موضوع يعني السلطة أو غير ذلك ولكن أنا أدرك شيء واحد بأنه بعد 7 أكتوبر كان الاحتلال يتخوف وبشكل كبير من حدوث سيناريو مماثل لما حدث في غزة أن يحدث في الضفة الغربية كان هناك تخوف حقيقي من الاحتلال بأن تقوم مجموعات مقاومة فلسطينية في الضفة من اقتحام إحدى المستوطنات وأخذ المستوطنين رهينة وما زال هذا السيناريو قائم ما زال الاحتلال يتخوف حتى اللحظة من حدوث مثل هذا السيناريو في الضفة الغربية ولهذا الاحتلال قام بتعزيز يعني محيط المستوطنات بتعزيز الحراسة بتجديد المراقبة حول المستوطنات في كل مستوطنات الضفة وهذا تخوف حقيقي يعيشه الاحتلال ويعيشه المستوطنين في كل المناطق يعني بالرغم من تزايد عنف المستوطنين إلا أن هناك فعليا تخوف حقيقي لدى المستوطنين يعني الانتشار الكبير للجيش الاحتلال التسلح الغير مفقوق من قبل المستوطنين وما يقوم جيش الاحتلال بتسليح المستوطنين كل ذلك يشير إلى أن هناك تخوف حقيقي ويعني نرى تصاعد ورأينا فعلا تصاعد في المقاومة منذ 7 من أكتوبر في الضفة الغربية هذا التصاعد يعني والانتشار للمقاومة يعني بدأ بشكل يعني ربما أضعف من قطاع غزة ولكنه ينتشر ينتشر في كل المناطق ولا يوجد اليوم مكان آمن ولا الشارع آمن للمستوطنين في الأراضي المحتلة حتى في داخل يعني خلف الخط الأخضر في الداخل المحتل يعني هناك عمليات مقاومة من قبل المواطنين ضد المستوطنين بشكل عام لعل هذا المشهد سيد خليلية يصح فيه الحكمة القائلة الضربة التي لا تقسي مظهرك تزيد كقوة المحتل أظهر كل ما في جعبته من إجرام واستخدم كل أسلحته واستعانى بكل صديق إن جاز القول بالولايات المتحدة ببريطانيا بكل الجهة الغربية لكن المقاومة في الأثناء أيضا تطور من عملياتها تطور من تكتيكاتها وتطور أيضا من سلاحها الآن ما نريد أن نختم به هو المستقبل من سيحدده وكيف يعني شوف بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وبالنسبة للشعب الفلسطيني يعني لا تراجع ولا مهادنة فيما تطبه المقاومة المقاومة كانت واضحة منذ اليوم الأول ماذا تريد مما يحدث على الأرض يعني فبالتالي الشروط المقاومة يجب أن تنفذ على المقاومة يعني أن تحصل على ما تريد لأن ما تريده المقاومة هو ما يريده الشعب الفلسطيني وبالتالي لن يكون هناك تراجع في سياسة المقاومة والمستقبل بات واضحة الاحتلال يعول على استمرار الدعم الخارجي لهم وهذا شيء يعني لن يستمر إلى الأبد لأنهم يدركون حتى يعني الدول التي تقوم بدعم الاحتلال تدرك أنهم يعانون من الخسارة يوما بعد يوم هناك يعني طورات داخل بلادهم ضد سياسة حكومات التي تقوم بدعم الاحتلال هناك ضربات اقتصادية للشركات والجهات التاعمة للاحتلال يعني وهم يرون بأنه لا تقاعف ولا تراجع عند المقاومة وأن المقاومة مثبتة ومستمرة بل أن نطاق المقاومة يتطاعم وتحالفات مع المقاومة سواء من لبنان أو العراق أو اليمن أو غيرها كلها في ازدياد وهناك تحرك برغم يعني بطئه ولكن هناك تحرك في الشارع العربي أكثر وأكثر وبالتالي يعني هذا شيء عليهم أن يدركوه بأن هناك أحلام كان يعتقد الاحتلال بأنه سيحققها وكلال هذه الأعوام هذه الأحلام بدأت تتلاشى بدأت تتلاشى بفعل ما يحدث في فقا قضي وأنا أقول لك أن القراهية والرفض للإحتيال والسياسته وقادته السياسيين سيستمر أن سيتوسع في العالم خلال الفترة القادمة اسمح لي سيد خليلية هناك بعض العواجل أعريضها على مسامعك ومسامع جمهورنا ويريت لو تعطيني تعليق سريع لو سمحت مكتب نتنياهو يقول التالي تلقينا عبر الوسطاء رد حماس على الخطوط العريضة للصفقة ونقوم بدراستها هذا مكتب نتنياهو رويترس عن الموساد تقول الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وهيئة البث الإسرائيلية تقول التالي حماس أرسلت عبر الوسطاء أنها غير مهتمة بمواصلة المفاوضات حتى إخلاء الجيش الإسرائيلي محور فلادلفيا في أقرب وقت ألا ترى بأن هناك تناقض بينما عرضته هيئة البث الإسرائيلية وبينما ما قاله مكتب نتنياهو في هذا السياق يعني هو فعليا ذات الشيء يعني هم يقولون بأن هناك رد من حماس ولكن لم يقل أحد ما هو فحوى الرد بشكل واضح وطريح بالضبع يعني في نهاية المطاف وفي كل المفاوضات التي جرت المقاومة ثابتة بشكل كامل في مطالبها على الاحتلال الانتحاب من قطاع غزة على الاحتلال الانتحاب من معبر فلادلفيا على الاحتلال أيضا إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع وبشكل عاجل ومن ثم وضع خطة لعادة الإعمار هذه هي مطالب المقاومة وما يدركه الجميع وما تعترف حتى أقرب حلفاء الاحتلال الولايات المتحدة تقول بأن المقاومة لديها الحق في كل مطالبها هذه المطالب كانت كما هي منذ أكتوبر وحتى اليوم لم تتغير فبالتالي لا يوجد أي مطار أمام الاحتلال إلا الاستجابة لمطالب المقاومة لأنه لا الشعب الفلسطيني ولا المقاومة تطرط بغير ذلك السيد سهيل خليلية الكاتب المحلل السياسي كنت معنا من بيت لحم أشكرك جزيل الشكر السيد سهيل خليلية الكاتب المتحدة السيد سهيل خليلية الكاتب المتحدة